بالتالي نحن الآن في وضع قلت أن الدين لا نستفيد منه يعني عملية حسابية بسيطة إحنا ناخو مية اليوم وندي مية وعشرين به ثم ثانيا نحن في ظرف صعب جدا يعني أوضاع اجتماعية صعبة ومن حق الشعب التونسي أنه يستعمل أنه يغير أنه يحط أولوية غير أولوية الدكتاتور أولوية الشعب أنه الفقر البطالة أنه المقدرة الشرائية عشان الاقتصاد هو أولا يطمئن أو الأكل حتى الأكل تعرف سيادتك أنه خمص الشعب التونسي معدم تحت عتبة الفقر يريد هو وصل للمستوى الفقر يعني مش فقراء هذوم هذوم تحت مستوى الفقر ربع الشعب التونسي تحت مستوى الفقر وكمان هو يدي من عنده بش يعطي لمقرضين هما استفادوا من الدول على فكرة ما عناش الوقت لكن إحنا مثلا في 23 سنة حكم بن علي سددنا أضعاف ما خذينا يعني إحنا أدينا أكثر من اللي خذينا يعني أوضاع غير معقولة غير مقبولة والآن نقرأ مثلا في جريد الشروق اليوم الدكتور البيبلاوي إحنا كمان عنا في تونس ببلاوي يعني يقول إحنا لما نحب نتخلص من هذا العبء كما تخلصنا من عبء الدكتور لما نريد نتخلص من العبء إحنا مش نشوه صورة مصر ولا صورة تونس بالعكس إحنا الدكتور كان مشوه صورة تونس يعني لما الشباب التونسي يحرق إحنا نقوله يحرق يعني يلقي في نفسه يهاجر ويخرج الأوروبا ويموت في البحر هذا يشوه صورة تونس لما ربع سكان الشعب التونسي هما تحت مستوى الفقر هذا نوع من الإذلال هذا يذل ويمس من كرامة الشعب التونس إحنا كنا كانت صورتنا مشوهي لما أطردنا بن علي وقمنا بالثورة الكونجرس الأمريكي يوقف إكبارا وإجلالا للشيء يقوم شكون اللي يعز صورة تونس ولا صورة مصر هو اللي يسعى القضاء على الفقر على البطالة على الكذا يعني هالكلام مع ذران قلت غربان السوق كثيرين الآن وقلونا هذا مستحيل هذا إذا كانت شتردوا بن علي تونس مش تفتح عليها أبواب الجحيم لكن تونس الآن ريحتها فاوحة الشعب التونسي مرتاح متفرهد لأنه بداية تخلص من هالأعباء الدكتاتورية والفساد والديون ومين يعطي لتونس في الديون تعرف أول دولة مقرضة لتونس هي فرنسا يعني المستعمر يعني هل هو من باب الحنية ومن باب العطف على فكرة فرنسا مستعمرة تونس من 140 سنة وهي تستغل في تونس وقلونا الآن اللي إحنا الشعب التونسي مدين لفرنسا يعني إحنا هي اللي تسالنا استغلتنا 75 سنة بصفة مباشرة افتكت الأراضي الزراعية اشتريناها من فرنسا من الاستعمار اشترينا أراضينا في بداية الستينات بقروض فرنسية يعني كل هذا واليوم يقولونا يعني أنتم مش تشاوهوا صورة تونس لما نتحدث على الفقير وعلى المعطل ونقول هذا مش معقول قليلا من العدالة الاجتماعية يا جماعة هم يقولونا أنتم ناس مش جديين أما في السابق وقت اللي كانت ديكتاتور وكانت الدوائر المالية تربح فلوس قلوه هذا معقول وهذا منطق للعالم واضح سيدة نوحا تقريبا نفس الكلام اللي استاذ فتحي بيقوله وتقريبا عندنا أنا من حوالي كم سنة كده قردت في الجرنان وأنا كده من فترة طويلة نحنا في فترة كده جات لنا يعني وعمالين نهلل في الجرائد وفي الإعلام احنا أسقطنا جزء من ديون مصر مش عارف سنة سنة كم تقريبا كانت في التسعينات في أواخر التمانينات مش فاكر مظبوط صح؟ ده كان يوم ده بالضبط معلش؟ كلام ده كان بالضبط أيام حرب الخليج مصر أسقطت عنها 40% من ديونها أصد أن احنا شاركنا في حرب الخليج وده يورينا قد إيه حاجة زي الديون بتكبل أو بترغم البلد أو الحكومة أو الحاكم أنه هو يتبني سياسة معينة احنا عارفين طبعا أنه مبارك ما كانش يعني مصرحته على البلد يعني فقصد كده هو عمل ديل مع الجهات المقرضة أنه نسقط الديون ده حاجة أكيد أن الشعب مصري ما كانش مبسوط بيها يعني شعب مصري اللي هو بيدفع بيسدد الديون دي ما كانش أكيد حابب أنه هو يدخل العراق أو أنه يبعد جنود عشان يشاركوا في الحرب الحاجة المهمة جيدا اللي بتصبط كلام مستاذ فتحي في مقولة شهيرة بتقول هناك طريقتين استعبدش إغوب نعم إما السيف أو الديون يا إما حاجة وحدخل بلدك والسيف ما بقى مدى قديمة بالزبط خلاص في الوقت المدى الحديثة هو الدين فالدين هو شكل من أنواع الاستعمار الجديد وده عشان كده إحنا عايزين نسقط الديون إحنا مش عايزين حد يمسكنا من اللي قبتنا سؤال هو إحنا في حالة مصر هل إحنا أسقطنا الديون قبل كده غير موضوع الخليج ده لا ما حصلش قبل كده هما مرحموناش مرحموكم مرحموناش أبدا وتعرف سيادتك مثلا مؤخرا منذ عدة أيام أوروبا أسقطت ثلث ديون اليونان نعم مئة مليار أورو ممكن جدا يعني هو فقط انطلاقا من حساباته إذا كان يساعده هو كمهيمن أنه يلغي ديون فهو يقوم بها وفي حالات كثيرة جدا في الماضي تم إلغاء ديون في عديد الحالات يعني صحيح أنه كان مقابلها إيه كان مقابلها لأنه مثلا أعطيك مثال نعم لما احتلت أمريكيا العراق نعم وكانت حساباتها الخاصة تقتضي أنه يقع إلغاء ديون المتخلدة من فترة حكم صدام حسين بأنه ضغطت على روسيا كي تلغي ديونها تجاه العراق وذلك ما تم فعلا وتعلم أن الحجة كانت هي أن هذه الديون هي ديون كارهة يعني ديون معناها اشتغل فيها ديكتاتور وبالتالي من حق الشعب العراقي أنه يتخلص منها يعني هم يستعملوا في كل مرة حسب مصالحهم بطبيعة الحال مصالح فرنسا الدولة الفرنسية غير مصالح الشعب التونسي سيدا سفاتحي أنت قلت لي أنه أكتر دولة أخدتوا منها قرود هي فرنسا فرنسا نحن في مصر سيدا نها أكتر دولة اليابان 12% من الدين الخارجي أكبر دولة أخدنا منها أكتر دولة أخدنا منها قرود يابان اللي هي مولت حاجات زي مصنع أعيزة دخيلة نحن أخدنا مصر أخدت قرد من الحكومة اليابانية عشان تجهز مصنع الدخيلة اللي بعد كده هصله بيع احنا عارفين لأحمد عز ولحد دلوقتي احنا اللي بنسدد الدين ده مش أحمد عز طب ايه تاني؟ معرش خلينا نفتح بقى في اللي تعملت قليلة ايه تاني؟ ايه تاني احنا اخدنا ديون وراح لواحد زي أحمد عز ولا لمن؟ يعني ايه تاني؟ احنا عارفين نبدئين ان في عاصم بارك الفساد كان متفشي في كل حاجة واي فلوس بتجينا من بره بتجي في شكلين شكل اما معونة لا ترد اما قروض فيه هيئات كتيرة اخدت معونات بس احنا الحملة ما بتتكلمش على المعونات بس اخدنا قارد عشان مطار القاهرة الجديد حد عارف مطار القاهرة الجديد اللي هو الترمينال 3 ده اللي تعمل وحاجة المفروض انها كويسة ومشرفة احنا عارفين ان فيه اخطأ في التنفيذ حد يقول لي المناقصة عملت ازاي ومين اللي رسي عليه العطا سؤال عايزين نعرفه العطا في الحاجات دي كان بيرسع على مين اه يعني دي اسئلة من حق الشعب المصري ان هو يعرفها احنا عارفين بس احنا عارفين بس يعني عايزين الشعب المصري يطلب ان هو يعرف احنا واخدنا قرد كبير جدا بما ان حضرتك عارفة قولنا معهم اصل الوقت ما بقاش فيه حاجة تستخب خلاص يعني من العائلة المالكة لو احنا عايزين نقول احنا نقول من العائلة المالكة يعني من البزنس في بعضه يعني فدي حاجات كلها غلط حاجات يعني من حق الشعب المصري ان هو يعرف ايه اللي بيحصل والفروس دي اتخدت ليه وتعمل بها ايه يعني يعني فيه قوانين قوانين دي في العطا مشينا عليها ولا مشيناش عليها مين اللي استفاد طيب انا عايز ارجع تاني للسؤال اللي برضو عايزين نوضحه لمشاهدنا انه زي ما انا قلت انه كل بلاد العالم عندها ديون امريكا نفسها عندها اليابان اللي هي اكتر واحدة مصالفانة كلهم عندهم ديون تمام وامريكا نفس الحكاية صح او لا ان غلطان مزبوط مزبوط طيب برضو السؤال ازاي انا حقول اسقط وارجع تاني الدين اوكي في حاجتين احنا دلوقتي تونس ومصر في مرحلة تاريخية يعني في وقت تاريخي في اسقاط الدكتوريات ده حاجة معروفة بالنسبة لحملات الشعبية لاسقاط الديون هو ده سبب كافي خلاص واردي هو سبب كافي انها قتسقط الديون لانه معروف ولكن الطريقة التانية اللي هي ان الناس الشعب يطلب ان يحصل مراجعة للدين نحن يحصل مراجعة للدين بنكتشف ثلاث انواع من الديون الحاجة الاولانية بنكتشف اذا كانت الديون دي قانونية يعني هل احنا خدناها طبقا لقانون البلد ولا كان في حاجة غير قانونية حاجة التانية هل هي شرعية ولا غير شرعية ده لها تفسير برضو تاني الحاجة التالتة هل هي ديون كريهة ولا مش ديون كريهة ديون كريهة دي بالذات هي اللي تبقى اكتر حاجة متفشية في فترة الفساد معنى ديون كريهة ان لها تلات شروط ان البلد تقترد او الحكومة تقترد حاجة مش في صالح الشعب ومش بقرادة الشعب الحاجة التانية اللي بيقرضها بيبقى عارف ان هو بيقرض حاجة مش في قرادة الشعب وفي حاجة تالتة الهيه الشعب اللي يستفد منها الشعب ان الشعب اللي ما يستفد منها تلات شروط لو تحققوا تلات شروط دول انا بقول ان الدين ده كريه وانا مش هسدده لانك انت اللي اقردتني عارف انه مكانش مفيد مستفتحي انت عندوك تلات انواع دي من القرود الفاسدة جوابا على سؤالك استاذ في التعاملات المالية المسألة يعني واضحة يلزم يعني التعهدات وامكانية الربح لان اللي يقرض مستفيد من القرض به الاشياء هذه ممكن تتوفر واحنا نقول اولا لما نصف فيها الوضعية الموروثة من الدكتاتورية بالتأكيد الاقتصاد وصورة تونس والثيقة في الحكومة الدكتاتورية والنظام الدكتاتوري مش تكون اقوى من السابق واحنا عنا امثلة في التاريخ مثلا امثلة قريبة في 2001 من 2001 حتى 2006 الارجنتين يعني بطلت تتسدد الديون ثم رجعت من جديد بعد ما صفيت وضعيتها ورجع النمو الاقتصادي جيد وتحسنت اوضاعها والارجنتين لابس في 2007-2008 الاكواتور مثلا قامت بتدقيق ديون وإلغاء الديون الكاريه الاخري اوضاعها كويسة الان احنا نقول الفترة الحالية يعني فهم اشياء كثيرة يجبها تتصلح وهذا متوقع انه مشي يحسن اولا اداء الاقتصاد التونسي مشي يحسن اداء الدولة التونسية ولا خوف لا خوف ابدا في المستقبل على الاقتراض وسيكون اقتراض من دولة ديمقراطية شفافية في آليات الاخري وانا ذلك نأمل ان يكون الاقتراض لفائرة شعب التونسي يعني نحن في وضع حرج يعني في وضع استعجالي يعني لكي نبني المستقبل لابد ان نعالج هذا الوضع الاستعجالي لان الديون هي جزء من المشكلة الان ليست جزء من الحل وبالتالي قصد ان نفكر في المستقبل لابد ان نعالج الحاضر عشان نفكر في المستقبل لازم نعالج الحاضر أستاذ فتحي الشاميخي الخبير الاقتصادي التونسي شكرا جزيلا لحضرتك وأهلا بك شكرا جزيلا لك والأستاذ نوها الشوكي خبير تنمية واقتصاد بجامعة الأمم المتحدة ببون بألمانيا شكرا جزيلا لحضراتك يا رب نعرف نسقط ولو على الأقل جزء من ديون مصر اللي ما كانتش للمصري بضبط إن شاء الله فاصل ورجعين اشتركوا في القناة